الفرقة في نص ملعبة كابتهم معين الشعبان موتش الأهلي كنتوا كويسين صراحة جداً الفرقة منظمة وكابت بالله بتلعب والزمالك بعدها والزمالك كان الزمالك بعدها على طول واخسرنا الزمالك اتنين واحد مع ان احنا كنا احسن وبرضه حيث التحكيم انا محبش كلام عن التحكيم كتير جداً انا احب اعلق شمعات لك ان التحكيم في الوقت ده كان جاء لنا بصورة رهيبة مش عارف ليه بتلعب في يوتشر هدفين بتلغو بتلعب مش عارف ايه ما يتحسب لكش ضربات جزاء وبعدها على طول فلوستوديو وميديو وانت اكيد اتكلمت اكتر من مرة لأ بالمصر الظلم المصر الظلم السنة دي تحكيمان اكتر من مرة كتير جداً وصراحة الاسماعيلي كمان الاسماعيلي اكتر من مطش صحيح بس بناخد حقنا في السلطة التحليل بس لكن في الملعب مفيش طبعا في موضوع انا يعني شايفوا بيحصل من سنين وانا كنت فكر ان دي ان هو ماشي بنفس السيستم فعرفت ان هو قرار ادارة موضوع ان في تسع عشر لعيبة بيتمرنه في مرسعيد يعني بيتمرنه في مكان تاني غير المعسكر وبتودي لعيبة وبتجيب لعيبة والكلام ده الموضوع ده بيحصل ليه؟ عشان التكلفة ولا عشان.. يعني موضوع فصل الفرقة ده خلي بالك موضوع صعب جداً ليه بيحصل مع مداربين مختلفين وهذا هو قرار اداري؟ مش اداري بس برضو ان انت قاعد في معسكر دائم بتلاتين لعب كتير قوي فممكن فوقت اللعب الرغي يزيد التركيز ما بيكونش زي عشرين لعب زي خمس عشرين لعب وانتعرف كل ما العدد قل التركيز بيزيد ففوقت اللعب ما كنا بنعملها بنعملها عشان الرغي يقل وفوقت تاني لازم تحسس ان اللعب ان المعسكر ده على قد ما انت زهقان منه ومخنوق منه بس هو نعمة في نفس الوقت فكنت لازم تبعد اكتر من اللعب عشان لما يرجع يعرف يمسك في النعمة اللي هو كان فيها اللي هو المعسكر انه دايما يبقى مع الفرق مايروحش بورسعيد ويتمرن يبقى بعيدا على الفرق كان في حد بيبقى مشرف على التدريبات على المينة اه طبعا كابتال سعيد إبراهيم كان بيبقى موجود ومعاه داري يعني دايما كان بيبقى كابتال سعيد إبراهيم موجود ومعاه داري بتاعنا ومعاه كمان علاق طبيعي لا مثبتين الناس انا بصراحة طبعا انا متفهم وجهة نظرك في حتة ان اللعيبة في المعسكر الكتير ممكن داي سبب مشاكل ويكون عادة كتير لعيب ما بيخشش لكن انا شايف حتة ان هم معزولين في مكان تاني ده أخطر انت كده كده العيبة متواصلة مع بعض انت كده كده اللعيب مثلا اتغلبت مطش فالناس اللي بتلغي في بورسعيد دول هم برضو بيرغوا في ودن الناس اللي مابودين عندك في المعسكر الناحة المادية والتكلفة المالية انا معرفاش لكن انا بكل صراحة يعني لو بنصح مجلس ادارة المصري لو انت النهاردة حاول تجيب اللعيبة على قد متقدر تبقى موجودة تبقى موجودة مع بعض ويبقوا عايشين نفس الاجواء عشان لو حتكت اي حد منهم تلاقيه تنوات تلاقيه موجود خاصة في ظل ظروف ضغط المطشاط وتعليه لا ايجابيات طبعا ولاس البيات لو انا مدرب المصري هحاول على قد مقدر ان انا يبقى معظم اللعيبة اللي انا باستخدمها تبقى موجودة معايا وفاهم اللعيبة ان كل مطش لي رجلته وكل مطش لي ظروفه وكل مطش لي لعبته ودخل الناس كلها في اجواء اجواء المعسكر لان برضو كابتن كارين ظلم على اللعيب ان هو يبقى بعيد اوي كده لو بنتكلم عن الظلم ان الظلم من اساس ان انا مينفع شبعة فريق عن بلده ويتمرن في اسكندرية يلعب في اسكندرية فهو اصلا الموضوع من اساسه غلط يعني ازاي النهاردة فريق الناد المصري البورسعيدي قاعد في اسكندرية طول السنة وبتمرن في اسكندرية وبيلع مطش في اسكندرية فهو انت احنا لما هتجد اتعالج الغلط بس واقصا من البداية غلط معنا النهاردة لو بتمرن في بورسعيدي مخانش حصل كل ده كنت وفرت عليه الفلوس كانت لعبتي كلها تبقى قدامي كان اللعيب تعرف اميدو ان اللعيب دايما كلنا كنا متخلق من معسكراته كلنا مفيش حتى اللعيب الملتزم طبعا كله معسكر الطويلة دي صعبة ولقوا بتخلق مشاكل مع اللعيبة مع بعض مع بعض بالزبط مع الجهاز هتلاقي نفسك حتى انت لو انا لو وعد مع اخويا فترة كتير جدا في البيت مابننزلش هنتخنق مع بعض اخويا مابلت انت محاولتوش مثلا كريم ان انت مثلا ايه تمشي من الملعب برج العرب تمشي من من الفندق بتاع برج العرب ده مثلا وتعطي عسكر في اسكندرية شهرين تلاكة وترجع تبقى برضو اسكندرية مدينة برج العرب تعاف معزولة هديني معزولة انها اسكندرية مدينة اللعيبة هتشوف ناس هيبقى تغير الاجواء هل ده مش دونه؟ الفكرة مش في كده ميدو الفكرة ان انت انا زي ما بحكي لك كده حقيقة والله يعني يعني في لعبة بقالها خمس ست سنين في النظر المصري بيحكولي اللي كان سايب ابنه بيحبي رجع والله مبرج رجع لقى ابنه بيمشي انا عندي ابني كان لسه بيتعلم الكلام وكانش بيجمع جمل في الثلاثة اربعة شهر وقتهم فنان المصري بيجمع جمل لقدر لا بيحصل حالة وفاة اللعيب بيروح وقارب حد ليه والده او والدته او ايا كان بيروح اخر واحد انت بش موجود في الحدث لعيب الكرة دايما متعود ان هو يخلص تمرير روح بيته ففوقت من الاوقات كنا نلاقي تلفنات انا مش عارفة مين كلمني وعندي حالة وفاة فعبل ما يروح يكون خلاص الرجل الدفن انا بنت ادراحها القصر يعني في لعبة مثل بنته ادراحها القصر واما يروح تكون ادراحها خف خلاص هو المراته راحت واخوها راح معاه وتجبست وراحت البيت وهو خلاص راح لها لأ فكرة ان انت تبقى بعيد يعني فكرة ان انت تبقى بعيد عن الايلة على طول دي بمأساة ومأساة جبيرة جدا وصعبة جدا على اللعيب او اتمنى يعني اكيد طبعا السادة المسؤولين بيتفرجوا علينا ومعنا الكابتن كريم ذكر يعني واحد عاش القصة عاش القصة وشافها وشاف وتعامل مع اللعيبة الموضوع ده انا متكلمش عالبعد الامني لان انا رجل مش رجل الامني ولا افهم فيه ولا افهم حاجة فيه واكيد الناس اضرى بيها ولكن اتمنى ان السادة المسؤولين النادي المصري مهما حصل نادي عزيز علينا جدا وشعب برسعيد والناس اللي برسعادية عزيز علينا جدا انا امي برسعادية يعني وبحب برسعيد دي حب غير الطبيعي يعني وانا بصراحة نفسي مش بقول ان المصري يرجع يلعب في برسعيد امتى ده قرار الدولة مش بتاعتي لكن انا نفسي من السادة المسؤولين موضوع ان المسافة البعيدة دي النادي المصري بيلعب فيها دي مأساة لكل الناس مأساة للجمهور خطورة كبيرة جدا الجمهور بيجي بأوتوبيسات مسافات طويلة جدا رايح جاي وده عذاب لهم اللعيبة المسؤولين اي يوم درب بيمسك اتمنى ان انتوا تكونوا يعني حضراتكم سمعتوا كلام الكابتن كريم ذكري ويبقى فيه تحرك ان من الموسم الجديد الامور تتغير مش شرط حتى ارجع لعب في برسعيد ده دوقتي لو ما لعب مش جاهز لكن اقرب شوية واي مدينة قريبة من برسعيد هتتشرف وهتعرض ان النادي المصري يلعب عندها يعني متأكد لو روحت للإسماعيلي وده حصل فوقت من الوقت روحت للإسماعيلية هقولك اهلا وسهلا تعال عندي ده بيتك السويس نفس الكلام فلازم يبقى فيه تحرك يا جماعة لان من ناحية المادية من الناحية الإنسانية من ناحية الإنسانية كابتن كريم بتكلم دلوقتي في حاجات مهمة جدية من ناحية الإنسانية العيبة بعيدة عن بيوتها ومن كل النواحي فأتمنى ان الموضوع ده يتحل ازاي معرفش لك انا متمنى اقيد كابتن كريم برضو بيتمنى كلنا بنتمنى ان لازم الموضوع ده يتحل في أسرع وقت اه